الصين قد صوتت ضد هذا القرار لأن هذا القرار يجب أن نصوت ضده وهذا الموقف يبنى على القواعد والقوانين والعدل وأيضا نحن نفكر في مصالح الدول الأخرى ولا سيما الدول العربية التي ستأثر بهذا القرار الآن هناك مشكل كثيرة إنسانية موجودة في فلسطين بشأن الهجمات الموجهة من قبل إسرائيل لذا وجدنا أنه يتعين علينا استخدام حقنا في الفيتو من أجل التصدي لهذا القرار عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مشروع القرار هذا من أجل أن يكون هناك تصرف بعيد كل البعد عن الإنسانية وجدت أن الصين وروسيا والكثير من الدول قد قدموا تعديلات ولكن هذه تعديلات تم تغافلها وأيضا تم طبعتها باللون الأزرق من أجل جعل المجلس يطلعون على هذه التعليقات والتعديلات الآن المسودة كانت تسعى لكي يكون هناك أغلبية على هذه الأصوات ولكن قد افتكرت لي النداء الفوري لوقف إطلاق النار ولإنهاء هذا الصراع ولهذا رأينا أن هذه المسودة لا تساهم إيجابيا في حل الصراع بالشكل فوري سيدي الرئيس الصين بكل الطرق لا تعترض على القرارات التي يتخذها مجلس الأمن ولكن تريد من مجلس الأمن أن يتبنى الدور المسؤول الذي لطالما تبنوه وهو وقف السراعات وأن يكون هناك سلام يعم العالم وهذا يدعون إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار الذي يحدث ووقف لكافة الانتهاكات ضد المدنيين الآن نرى أنهم ينتهكون الحق الأساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في العيش الآن إذا مقام مجلس الأمن باتخاذ مثل هذا القرار غير الواضح هذا غير مسؤول بكافة المقاييس هذا من شأنه أن يساعد الصراعات الموجودة في هذه المنطقة وهذا لا نريده بكل المقاييس الصين بكل المقاييس تريد أن يتم تولية مصلحة المدنيين وأن يتم محاربة كل الانتهاكات ضد المدنيين وأن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار وفي الوقت نفسه أن يتم إطلاق صراحة الرهائن لذا لا نريد أن يتم استخدام هذه القوى المفرطة من قبل إسرائيل والتي لا تتسم بعنصر النسبية والتي تنتهك كافة المعايير الدولية وأيضا نرى أن الولايات المتحدة تتبنى نهج إزواجات المعايير الصين تريد أن يكون هناك معابر آمنة وأن يكون هناك إيصال للمساعدات الإنسانية من أجل تخفيف العثار أن نجمع عن هذه الهجمات الإنسانية غير المعقولة وأيضا تخفيف المعاناة عن المدنيين ونطلب فوري لإسرائيل لوقف الحصار الغذائي ووقف التهديد الأمن الغذائي للفلسطينيين الآن مشودة هذه القرار سوف تجعل إسرائيل تتدماد في هذا لذا الصين لا تتغافل عن الأمن الإسرائيلي ولكن نريد أن يتم إذابة هذا الجليل الموجود الآن وحل هذه التسعيدات لذا نحن الآن نقترح أن يكون هناك تعديلات أخرى لهذا التقارير الأراضي الفلسطينية لطالما كانت محتلة منذ وقت طويل منذ عشرات سنين ويتم إبادة الناس الآن جماعيا لذا يجب أن يتم تنفيذ القواعد والقوانين الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إذا ما تم تبني مثل هذه القرارات الضبابية هذا لا لن يؤدين إلى شيء سوى زيادة القارهية والتمادي في مثل هذه المجازر لذا الصين ليست لديها سيدي الرئيس أي مصلحة في القضية الفلسطينية إلا أنها تحاول دعم حقوق المدنيين وأن يكون هناك حل لهذه الأزمة وعدم الاستقرار الموجود الآن في هذه المنطقة الآن الصين تنادي وتناصر الدعم لما يحدث دعم المدنيين وأيضا أن يكون هناك قرارات عادلة وأن يكون هناك اتجاهات صحيحة من أجل أن يكون هناك مساءلة لما يحدث من جرائم وأيضا أن يتم حل فوري للأزمات الموجودة وأيضا نريد أن يقوم المجلس الأمن باتخاذ دور بناء في حل هذه الأزمة وأن يكون هناك حلول شاملة من أجل حل القضية الفلسطينية شكرا لك سيدي الرئيس شكرا لك